بمناسبة الخوانة فيصل عباس رئيس تحير الصحيفة عرب نيوز عربة بيقول صفقة القرن قد تكون الفرصة الأخيرة الأفضل للفلسطينيين والمملكة وحدها موطن الحرمين الشريفين هي التي تستطيع إقناع الدول العربية والإسلامية بدعم العرض بمجرد موافقة الفلسطين عليه كما ستعمل الرياضة عن كثب مع الدول المانحة لضمان حياة مستدامة ومزدهرة للفلسطينيين من غير شتيمة ولا أباحة تعلق تقول إيه طبعا لا أقول حاجة بسيطة جدا إن المملكة هتقنع الدول العربية أي وهتقنع الفلسطينيين أي طيب إذا كان المملكة مش قادرة حتى تقنع اليمنيين بإنها الدبح اللي بتتبعهم باليمن من حق بس أنا شايفها من وجهة نظر تانية لا حياة أنا شايفة نظر تانية إنه هو ورء اعترف بإن السعودية هو عرب نيوز هي التي تقود صفقة القرن طبعا ده جمالها ممكن ده جمالها فيه إنه هو كشف المسطور بس لكن هو في النهاية الحتة بتاعت تستطيع إقناع طبعا لا ما هو تستطيع إقناع دي أنا هجيب لك بقى أرد عليها لكن أنا شايف إنه رئيس تحريط صحيفة عرب نيوز السعودية السعودية يا جماعة صحيفة عرب نيوز السعودية رئيس تحريطة بيقول إن المملكة السعودية هي اللي هتقنع الناس بصفقة القرن ما كشف المسطور يعني هذا الرجل عرّى النظام السعودي عشان بس لحدش إيه يفاصل مين بقى اللي بيقنع وهل وهل إسرائيل محتاج للإقناع تعاشوا بقى نتانياهو بيقول إيه نتانياهو كان بيقول من كام يوم علاقتنا مزدهرة مع جراننا العرب وسنتصدى معاً لإيران ده نبالح طبعا يعني مش محتاجة السعودية ده الراجل عنده أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بيقولش طيبة جيدة مزدهرة يعني في التفتح في الظهور ورواح بلاد تتوحد مع الكثير من العرب والمسلمين لصد مواصف بالعيدان الإيراني وتدخلات طهران طبعا وأشار خلال احتفالية مبارح أقيمت في القدس بحضور السفير الأمريكي لتل أبيب ديفيد فريدمان الاحتفال من عام على كذا والعلان عن كذا أن هناك ازدهار جديد ونهضة جديدة للإلاقات بيننا وبين الكثير من جراننا العرب ودول إسلامية غير عربية مؤكدة يعني مش محتاجة السعودية يعني فصل ده ورت السعودية بأنه اعترف أن هي اللي بتقود الإخناع طبعا بينما الراجل هو كشف التحتود تحت الترابيزة بس هو هنا فيه مش سؤال مهم جدا لأن السعودية تأثرها الإقليمي على الدول العربية بقى سفر راح مش مهم بقى بس لا أنا فاهم مش مهم بس هو كشف زي ما أنت قلت بس هو اللي مش كلا في إيه أنت بتبني على الأوهام لأ بقى دي موضوع تاني آه ما هو بس أنت دلوقتي بقى عندك ديلة السعودية إن السعودية النظام السعودي المتورط نربطها بالسفير الألماني الألماني يبقى ميسكوا حاجة صح كده ميسكوا حاجة مش حالي غير كده يعني هذا الراجل رئيس تحرير ده مش النقاط لا يعني أخي تعالي يعني بيشارك في المطبخ بتاعه بالزات هم قالوله ممكن حتى كمان لمح بس من بعيد يعني